بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك عزيز الطالب في المحاضرة الأولى من الوحدة الرابعة وتتناول موضوع المندوب نبدأ أولا بتعريف المندوب وصيغته ومثاله فنقول المندوب في اللغة المدعو إليه يقال ندبه لأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا وسمي النفل بذلك لأن الشارع دعا إليه وأصله المندوب إليه فحذف الجار والمجرور للتخفيف وأما المندوب في الاصطلاح فهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم وللمندوب صيغ وأساليب تدل عليه منها صيغة الأمر إلا أن الأمر يدل على الوجوب من غير حاجة إلى قرينة ولا يدل على غيره إلا بقرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره من المعاني فلا يدل الأمر على الندب إلا إذا اقترن بما يصرفه عن الوجوب إلى الندب مثال ذلك كتابة الدين المأمور بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فالأمر بالكتابة هنا ليس للوجوب وإنما هو للندب والقرينة الصارفة هي قوله تعالى بعد ذلك فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته نأتي الآن للحديث عن أسماء المندوب فنقول إن المندوب يسمى نفلا لأنه زائد عن الفرض ويزيد في الثواب والنافلة في اللغة الزيادة ويسمى المندوب أيضا سنة لأنه طاعة غير واجبة كما يسمى تطوعا لأن فاعله يأتي به تبرعا ويسمى إحسانا إذا كان نفعا موصلا إلى الغير مع القصد إلى نفعه كما يسمى مستحبا أيضا ومعنى المستحب أن الله تعالى قد أحب فاعله ففي الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما يسمى المندوب فضيلة لأن فعله يفضل تركه ويسمى مرغبا فيه لأن الشرع رغب فيه بالثواب المترتب عليه أما حكم المندوب فإن فاعله يستحق المدح والثواب ولا يستحق تاركه الذم ولا العقاب نأتي الآن إلى مسألة أصولية وقع فيها اختلاف بين أهل العلم وهي هل المندوب مأمور به أو ليس مأمورا به نقول وقع الخلاف في هذه المسألة على قولين القول الأول للجمهور أن المندوب مأمور به واستدلوا على ذلك بما يلي أولا قالوا إن الأمر استدعاء وطلب والمندوب مستدعا ومطلوب فيدخل في حقيقة الأمر قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقال تعالى وأمر بالعرف ثانيا قالوا إن المندوب طاعة فيكون مأمورا به لذلك ولاتفاق أهل اللغة على أن الأمر إيجاب وندب أما القول الثاني وهو قول الكرخي والجصاص من الحنفية ومن وافقهم فهؤلاء يرون أن المندوب غير مأمور به واستدلوا على ذلك بما يلي أولا بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والمندوب لا يحذر فيه ذلك فلا يكون مأمورا به لأن الله تعالى حذر مخالف الأمر من الفتنة والعذاب الأليم وتارك المندوب لا يتوجه إليه هذا التحذير واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقد ندبهم إلى السواك فعلم أن الأمر لا يتناول المندوب كما استدلوا بأن المندوب لو كان مأمورا به لكان تركه معصية إذ لا معنى للمعصية إلا مخالفة الأمر وترك المأمور به وقد أجاب الجمهور عن هذه الأدلة فقالوا أولا استدلالهم بالآية الكريمة يرد عليه بأنها دالة على أن الأمر يقتضي الوجوب ونحن نسلم بذلك لكن يجوز صرف الأمر إلى الندب بدليل ولا يخرج ذلك عن كونه أمرا وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك فالمراد به أي أمرتهم أمر جزم وإيجاب كما يرد على قولهم لو كان المندوب مأمورا به لكان تركه معصية بأن المعصية مخالفة أمر الإيجاب لا مخالفة أمر الند قد علمت من خلال هذا العرض وتلك المناقشات أن الراجح في المسألة هو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها نأتي الآن إلى مسألة أخرى وقع فيها الخلاف في موضوع المندوب هذه المسألة هي حكم إتمام المندوب بعد الشروع فيه وقد اختلف العلماء في حكم إتمام المندوب بعد الشروع فيه على قولين القول الأول مذهب الجمهور حيث يرون أن إتمام المندوب بعد الشروع فيه غير واجب ولا يجب قضاؤه على من تركه بعد الشروع فيه ويستثنى من ذلك الحج والعمرة المندوبان دليل هذا المذهب ما رواه أحمد والترمذي من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المتلبس بصوم التطوع بين الإتمام والفطر فدل ذلك على أن ترك المندوب بعد الشروع فيه جائز ويقاس على الصوم باقي المندوبات عدى الحج والعمرة وإنما وجب إتمام الحج والعمرة المندوبين دون سائر المندوبات لتميزهما عن سائر المندوبات في أن نية نفلهما أي نية نفل الحج ونفل العمرة لا تختلف عن نية فرضهما ولوجوب الكفارة في كل منهما بالجماع ولوجوب المضي فيهما رغم الفساد لشدة تعلق الإحرام الذي يتعلق بالفساد المذهب الثاني في المسألة وهو للحنفية ومن وافقهم أن إتمام المندوب بعد الشروع فيه واجب حتى لو تركه بعد الشروع فيه وجب القضاء وقد استدلوا على قولهم هذا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنها نهي عن إبطال الأعمال بعد الشروع فيها وهي عامة تتناول كل الأعمال سواء المفروض منها والمندوب لأن قوله تعالى أعمالكم جمع مضاف فيفيد العموم وقد نوقش هذا الدليل وأجيب عنه بأن الآية وإن كانت عامة إلا أنها خصصت بحديث الصيام السابق وقيس على الصيام غيره من سائر النوافل فتكون خارجة عن حكم الآية وإن كان لفظها متناولا لها جمعا بين الأدلة واستثني الحج والعمرة المندوبان لما ذكر يتبين لنا من خلال هذا العرض وتلك المناقشة أن الراجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور من أن المندوب لا يجب إتمامه بعد الشروع فيه إلا ما استثني من ذلك وهو الحج والعمرة المندوبان